أعرب رئيس التهير الصدري مقدر الصدر عن تعزيه باستشهاد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمانية ورجع الصدر أتباعه في جيش المهدي لا يكون باستعداد تام لحماية العراق وقدم تعزيه لطهران حكومة وشعبا باستشهاد سليمانية ولفت إلانه من المعلومة أن استهداف سليماني من الاستكبار العالمي وهو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية متمنيا من الجميع التحلي بالحكمة والحنكة على حد وصفه